من الغش السياسي إلى الغش التعليمي إذن هي أزمة جديدة تضاف إلى قائمة الأزمات المتراكمة في ليبيا على مرأة ومسمع من الجميع قدم مدير المركز الوطني للامتحانات في ليبيا أحمد مسعود استقالته مباشرة على الهواء بسبب انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات وفقا لقوله مسعود قال في بيان استقالته إن ظاهرة الغش في ليبيا للأسف تحصل برعاية المعلمين ومشرفين لجان وقال إن بعض المناطق بلغت نسبة النجاح فيها 99% هذه الاستقالة رأى فيها البعض شجاعة في مواجهة ظاهرة الغش بينما على ما يبدو لم تعجب البعض الآخر فبعد ساعات من إعلانه انتشرت أنباء عن اعتقال مسعود لثلاثة أيام قبل إطلاق صراحه وفقا ما تدولته وسائل أعلام محلية في ليبيا وكانت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد كشفت عن إلغاء امتحانات 206 طلاب وإعفاء 14 من أعضاء لجان الإشراف على الامتحانات وإحالتهم للتحقيق وذلك بسبب اتهامات بمصاهمتهم في الغش في امتحانات الشهادة الثانوية وبحسب وسائل إعلام محلية فكان هناك مراقبون قد طالبوا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في ملف الغش في الامتحانات معتبرين أن القضية ليست مجرد إعادة امتحانات معاقبة للمتورطين بل تتعلق بمستقبل وطن بأكمله مضيفين أن تدمير قطاع التعليم يدفع البلاد نحو الانهيار والجهل وتعميق أزماته وكانت قد انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية في ليبيا في الثالث والعشرين من يونيو الماضي لأكثر من مائة وخمسة عشر الف طالب ومن المفترض أن تنتهي الامتحانات الخميسة المقبل في الحادي عشر من يوليو بحسب الجداول التي نشرتها وزارة التعليم ترجمة نانسي قنقر